نحن مرات نقف إلى جانبها بالحالة التراكمية التي تعيشها الدولة من 2003 فما نقول أننا نتحمل وزر كل التبعات التي تركتها هذه الحكومات من فساد، من مشاكل، من توقف مشاريع، من أمور أخرى من غياب التخطيط الستراتيجي، من غياب الكفاءات لكن مشينا بهذه الحكومة بمحددات هذه المحددات، المحدد الأول هو الانتخابات أن تكون انتخابات مثلما نوهت لها المرجعية ونوه لها المتظاهر ونوه لها المواطن العراقي لا تكون انتخابات على غرار ما كانت تجرى عليه في الدورات السابقة يجب أن تكون هذه الانتخابات تتميز بمجموعة من العوامل العامل الأول أن يكون انتخابات عقد جديد يجب أن نغادر الحالة النمطية التي كنا نعيشها هذا جانب الجانب الثاني أن هذه الانتخابات ذهبنا بأن تكون مناطقية حتى تكون تمثيل شرعي لكل المساحة العراقية النقطة الأخرى التي أوعد بها السيد الكاظمي وأنا أقف أمام النقطة الأولى هي الانتخابات والانتخابات لحد الآن الخطوات التي تقوم بها الحكومات عبارة عن تصريحات تخص البايومتري اليوم انتهى وتوقف وأعطوا الضوء الأخضر للبطاقات التي يموء ضمن البايومتري وتشكل 20% هذا أول خرق نخاف من عدة الخرق الثاني هو الى حد الآن نشوف الساحة العراقية ساحة غير مستقرة هذا الاستقرار لا موجود اليوم نحن كل يوم نتفاجأ بعمل يهدد المجتمع يهدد السلم الأهلي